وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَلَمُونَ هذه الليلة بعنوان فندق عائشة خدمات جنسية متكاملة أهل الخلاف يقولون لماذا هذا الشخص يطعن في شرف أم المؤمنين ما الذي يريده؟ يريد أن يهدم الإسلام هذا هو هدفه كما اتصل علينا أحد الليبيين وأظنه سودانيا حقيقة وقال أنه ذرف الدموع كثيرا خلال الليالي السابقة من جراء ما عرضناه فقلت له بأن الذي عرضناه إنما كان من صحاحكم ونحن ننطلق من القاعدة الذهبية ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم يحب ذا لو يتصل أحد الإخوان الليلة يتصل ولعل سأفتح الاتصالات مبكرا جدا لعله إن شاء الله يتصل أحدهم ويجد لنا أو يجد لعائشة طريقة لإنقاذها وطريقة لإبقاء للإبقاء على ماء وجهها بعد كل الذي عرضنا إلى حد هذه الليلة الليلة الحادي عشرة أول شيء دعونا وإياكم إن شاء الله نتذكر ولو نبذات وقبسات من فضائه عائشة لحد هذه الليلة فكما رأيتم لقد رأينا بأن عائشة كانت من الذين تظاهروا على رسول الله والله سبحانه وتعالى قال وإن تظاهر عليه فنحن سنمر ونتجاوز كل هذه النقاط إلى أن نصل إلى ما رأينا خلال الحلقات التي كانت بعنوان حكايات ألف ليلة وليلة عهر الومجون وحكايات ألف وليلة أو ألف ليلة وليلة أفوا لقد رأينا أفوا لقد رأينا بأن عائشة كانت تتفحش في القول وتستند لذلك تقول لرجال يافعين كأن ليس هناك أعظم الصحابة غير موجودون أو غير موجودين نهائيا في المدينة ولا في غيرها تقول لهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يباشرني كان يباشر نساءه وحتى في الحيد كان يأمرهن بالاتزار ويباشرنا وهو صائم ويقبلنا وتذكر لهم هذه الأمور التي يعني يأنف أن تذكرها أن يذكرها الرجل وما أدراك إذا كان مرأة يعني إذا كانت هناك مرأة مؤمنة مستحيل أن أصلا أن تجلس أمام الرجال وتحدثهم بنصف أو بعشر معشار مثل هذه الأمور فتقول لهم مثلا ثم يلتزم صدرها وثدييها وتضحك بعد ذلك في الرواية البخاري ومسلم موجود هذه نقطة حقيقة أخرى ولكنها غير مرقمة عفوا أنها لا حياء لها وكان الرجال يعني يأتي إليها الرجل ويستحيي من الفحش يقول ما كنت لأرفث عند أم المؤمنين بحسب قوله ولكنها بماذا ترد يعني هم أمامها مجتمعون وتقول كان أملككم لإربه وأيكم أملكوا لإربه مثل هذا الكلام وتقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أمام صحابي آخر إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نختسل مثلا تطعن في خلق النبي إذ قالت مثل هذا الأمور أن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يهتم بأن عائشة جالسة وتسمع علمي في هذا الكلام طبعا أنا أتمنى منكم أنا فقط الآن أستعد بسرعة حتى ندخل في تلخيص اليوم وتلخيص هذه الحلقة ونتوصل كيف نتوصل إلى ما هي بيت عائشة هل كان بمثل ما ذكر في العنوان أو كان شيئا آخر أن عائشة لم تكن من المتقيات لأن الله سبحانه وتعالى قال شرط قال يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتون فعائشة خالفت شرط التقوى وبالتالي فهي كأي من النساء بل أدونهن أنها كانت شيطانة لسردها الأمور الخاصة بالزوجين قد سمعتم قول رسول الله صلى الله عليه وآله عندما واجه جمعا من الأصحاب وكان منهم الرجال والنساء قال لهم بما معنى لعلكم تذكرون ما يحدث بين المرء وزوجه يعني تأتي الرجل يأتي أصحابه ويحدث بما كان منه في الليلة السابقة أو المرأة كذلك تأتي إلى النساء وتحدث بذلك فأمر أو يعني القوم أرموا يعني ضربوا الطم أرموا سكتوا سكوتا هامدا لكن امرأة تكلمت كما في الحديث وفضحت هذا الأمر وفضحت هذه الخصلة السيئة فبماذا رد رسول الله صلى الله عليه وآله قال فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون تتذكرون الحديث إن شاء الله أن عائشة كانت تدخل الرجال إلى بيت رسول الله بعد استشهاده فيجنبون عفوا فيجنبون في بيتها الحلقة العاشرة رأينا كيف أنها تبعث إلى ضيف لها تدعوه كان ضيف عند عائشة فأجنب أنه كان عند عائشة رجل فاحتلم أنها كانت تفتي بطهارة ما هو نجس كانت تفتي بطهارة المني وتقول لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله وتدعى على رسول الله أنه كان يأمرنا بحته وكانت تكتفي بحكه بظفرها فقط وقد جاء في أيضا في أمر آخر متصل أنها كانت حتى الحيض انظروا كيف كانت قذرة هذه المرأة المرأة التي تعيش في الحيض وفي هذه الأمور لماذا تجدون الذين يزنون ويعني يقومون بهذه الأمور وشرب الخمر تجدهم لا يهتمون بالاغتسال لماذا لماذا أصلا يغتسنون من الجناب هل هم يصلون هل هم يعني يهتمون بالطهارة أصلا هل هم طاهرون أصلا داخليا حتى يتطهرون أو طاهرون باطنيا حتى يتطهرون ظاهريا هكذا كانت عائشة إذا ذهب الحياء كما في معنى الحديث إذا ذهب الحياء ذهب الإيمان وإذا ذهب الإيمان ذهب الحياء بمعنى الحديث فهي ذهب حياؤها وبالتالي استدللنا عفوا عن ذلك بأن لا إيمان لها كانت تفتي بطهارة ما هو نجس وكانت تقول بأنها تقص موضع الحيض دم الحيض بأسنانها وريقها حتى يذهب أثره الله أكبر على هذه القذارة وهو هذا الأمر هذا الذي رأيناه في الحلقة السابقة بإمكانكم أن ترجعوا لتلك الحلقة كانت مبتذلة ومبتذلة كانت فاسدة إلى أبعد حد تحدث الرجال بما لا يليق بالفعل الشبهة يعني هي لم تكن تهتم بمظهرها أمام الناس وبمظهر المؤمنة لا يليق بالمؤمنة أن تخالط الرجال أصلا خصوصا هناك من يقول بأنها كانت تعلمهم المهم هذا مضحك جدا خصوصا أن هناك عشرات الآلاف من الصحابة الذين عندكم كانوا حفظة لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله أبو هريرة مثلا عندكم تقولون أنه رأى رسول الله في أقصى الأحوال بضع سنين وفي بعض الحسابات يعني فقط عاما ونص وأصبح عندكم بمشيئة قادر راوية الحديث وطبعا يعني لعله نفرد حلقة عن أبي هريرة وأكاذيب أبي هريرة وستكتشفون أنه كان من أكذب الكذبة هو نفسه يقول هذا الحديث من كيسي وليس من حديث رسول الله بهذا المعنى وكانت تأتي إلى الرجال الذين استدعتهم وأضافتهم في بيتها وتختلص النظر إليهم أو تبعث إليهم بجاريتها في أحوال أخرى وتعرف بأنهم يغسلون المني وتسألهم تقول لهم ما هذا ما هذا ما هذا أو كيف رأيته وماذا رأيت لا أعلم ماذا تنتظر من الرجال رجل يغسل منيه وتأتي إليه مرأة أجنبية وتسأله وهو لم يسألها أصلا ولم يبتدرها بالسؤال أصلا يا إخوتي هل هذه أم المؤمنين عندكم يعني صراحة أصلاً 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 لا يكاد لا يكاد يدخل إلى العقل وهو أنها كانت تقوم بكل هذه الأمور أشباراً من البعد عن مقام رسول الله في الحرم النبوي الآن عندما تدخل وتذهب إلى المدينة يدخل في قلبك الهيبة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا ذهبت إلى ذلك وأنا عرفت هذا الأمر من قبر رسول الله صلى الله عليه وآله من البقيع من أئمة البقيع عليهم السلام تدخل كالرهبة والهيبة لكن عائشة لم تكن تهتم كانت تدخل الرجال وكانت تذهب إليهم وهم يغسلون منيهم وتقول لهم ما هذا بل كانت تدخل عليها الرجال في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله الذي أعطاه كل زوجة أعطاها بيتا لتسكن فيه كانت تدخل عليها الرجال وتتكشف وتغتسل أمامهم ولا تستر إلا أسافل بدنها أسافل بدنها أعالي بدنها ظاهرة ويقولون الستر الستر كان في أسافل البدن بحسب ما أنتم اعترفتم به الآن دعونا نرى تلخيص آخر وهو فيه بعض التفاصيل الأخرى وهي تلخيص أو فلنقل إذا جمعناها تلخيص إذا صح التعبير للليالي الثالثة والثامنة والتاسعة والعاشرة الثالثة التي كان فيها موضوع رضاء الكبير والثامنة والتاسعة والعاشرة التي تكلمنا فيها بهذه الأمور التي ذكرناها قبل قليل ففي الليلة الثالثة إخوتي إذا تذكرون جيدا اكتشفنا عبر التبحر في صحاح البخاري ومسلم سنن البيهقي أبو داود السنن الكبرى أبو داود أو سنن الكبرى للبيهقي سنن أبي داود أقوال القاضي عياض أقوال الألباني يعني المحلل بن حزم أهل اللغة ماذا قالوا لسان العرب مقاييس اللغة اكتشفنا بأن عائشة كانت تفضي برضاع الكبير في من وفي الحديث يعني هذه الكلمات التي ترونها الآن كلها مثبتة في الحديث في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت أيضا في الحديث تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخيها وأيضا في الحديث وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال كما في صحي البخاري هل يحطوها في بالكم جيدا انتبهوا لهذا الموضوع جيدا أنا الآن ألخص لكم لهدف معين الليلة الثالثة أن بعض نساء النبي أبين رفضنا هذا الأمر أبين على عائشة إدخالها الرجال عليها بفتوى رضاع الكبير كما في موطأ مالك وغيره خصوصا أنه ثبت عند النبي بأن الرضاعة من المجاعة ما معنى الرضاعة من المجاعة يعني الرضاعة هي التي تنبت اللحم والعظم وتشد العظم وهو الذي يحدث للرضيع في الحولين للطفل في الحولين كما في القرآن الكريم وحمله وفصاله في عامين ولكن عائشة تفردت بالفتوى وهو الذي جعل مثل الألباني إلى أن يفقد عقله ويجن تماما ويقول لا إشكال أصلا يعني ليس بالضرورة أن تكشف ثديها كاملا وصدرها أو تتكشف أمامه بل بمجرد كشف حلمة الثدي ورضاع الكبير منها من هذه الحلمة لأنه الحلمة سوداء قاتمة كما قال ولا تثير الشهوة عند الرجال يعني لن أعلق الآن يعني أنتم تعرفون الأمور جيدا في الليلة العاشرة أولئك الذين أرضعتهم وأرسلت أو عفوا أرسلت بإرضاء أرسلت إلى أو أرسلتهم إلى أخواتها وبنات أخيها وبنات أخواتها كان المدعو أبو سلمة ليس أبو سلمة الذي تعرفون أبو سلمة الذي كان مذكورا في الحديث في ذلك الحديث حديث الرضاء الكبير أبو سلمة الذي كان من أحواله أنه رجل وسيم وأرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر كما قال القاضي عياذ الذي نقل عنه هذا النووي شارح صحيح مسلم الليلة الثامنة والتاسعة رأينا أيضا بأن عائشة كانت تسرد على الرجال الأمور الجنسية ولا تكني وتقول أيكم أملك أملك لأربه وقد رأينا بأن الأرب هو الذكر حاشاكم الذي تحدث بين المرء وزوجه رغم وجود آلاف الأصحاب فهي بذلك مثل كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله مثلها مثل شيطان لقي شيطانة فغشيها في الشارع والناس ينظرون هذا حديث أو معنى الحديث الليلة التاسعة كان الأصحاب إذا تناقشوا في بعض الأحكام المتعلقة بالجنس يعني بعض الأحكام المتعلقة بالجنس كانوا يجدون في عائشة الفيصل بينهم يعني أحيانا يختلفون هل إذا دخل الرجل في المرأة وأكسل ولم ينزل يعني ودخل فيها ولم ينزل وكذا ومن هذا الكلام وتجد البعض يقول يغسل والبعض يقول لا يغسل ومثل هذا الكلام وكانت عائشة هي الفيصل في مثل هذه الأمور الحساسة كما رأيتم من حديث أبي موسى الأشعري عندما بعض المهاجرين وأنصار في قضية أن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل يعني يكسل يعني لا يقذف فيها بهذا المعنى كما في صحيح مسلم وموطأ مالك مثلا فكان أبو موسى الأشعري يقول أنا آتيكم بالأمر وكان يذهب مباشرة إلى عائشة وكانت عائشة تقول على الخبير سقط خبيرة الأمور الجنسية الدكتورة في الأمور الجنسية وفي الليلتين التاسعة والعاشرة رأيتم كيف كانت تضحك بعد سردها الأمور الجنسية يعني ليست حيية يعني حتى لو تنزلنا بأن كان المرأة المؤمنة أن تحدث بعض الأمور وهذا غير موجود أصلا في ثقافة الأخلاق يعني يتصب بنا الآن أحد ويقول نعم أجلز لمرأتي أن تفعل هذا الأمر هذا غير موجود أصلا ولا واحد الآن عاقل أو متدين يقول مثال الأمر وحتى غير المتدين لا يمكن أن يظهره للناس إذا كان يفعل ذلك ويدعو امرأته وتمشي مع الرجال وكان ديوثا لا يعني نادر نادر تجد أن يعترف بذلك أمام الناس فعائشة كانت تضحك بعد سردان الأمور الجنسية كما في صحيحي البخير ومسلم دائما كانت تقول لهم بلا استحياء أنها الخبيرة في هكذا أمور كما قالت أبي أمس عليك وما سمع يعني كما قلناه قبل قليل كانت تتفحش في الكلام وتخاطب الرجال بما يندى منه الجبين أفوا كنت أكتب سريعا قبل قليل قائلة أيكم يملك إربه أي ذكره إذا كان هؤلاء الذين تحدثهم يا عائشة لا يملكون ذكرانهم فلماذا تحدثينهم لماذا ما هو الهدف وكان البعض يستحي أمامها من أن يتفحش في القول كما في حديث أو حدث في رواية علق موشريح بن أرطى النخعي وهو الذي رواه البيهق في سننه الكبرى لكنها كانت تسمعهم وتتدخل بلا حياء رغم أن ذلك قال ما كنت لأرفث أمام أم المؤمنين الليلة الليلة التاسعة كان مثلها مثل الشيطان لقي الشيطان سنة هذا قرأناه قبل قليل كانت تدعو أو تدعو الضيوف للدخول وتبعث إليهم للدخول إلى بيتها والنزول عندها وكانوا يصبحون بحول من الله وقوته مجنبين ومحتلمين كما في الصحاح ماذا حدث في الليل الله أعلم كانت عندما تسمع بأن ضيفا لها أصبح مجنبا وأنه يغسل ثوبه من المني تتدخل بلا حياء دون أن يوجه أي أحد إليها أي سؤال في هذا الأمر أو يستفتيها أو أي شيء فتذهب وتسألهم عن ما هي ذلك ما هو ما هذا يعني من هذا الأمر ثم تقول لهم بأنه يكفيكم فرقه وحقه كما في الصحاح أيضا وفضيحة الفضيحة الكبرى للليلة أمس اكتشفنا أنها بكل فجور وعهر ومجن ومجون كانت تغتسل أمام من أدخلتهم من الرجال الأجانب كأبي سلمة بفتوى رضاع الكبير يعني تذهب تقول له ارضع رضاع الكبير من أختي ومن بنات أختي فعندما يذهب يأتي تغتسل أمامه أيضا وهو شاب جميل يعني يعني أولا كانت تذهب يعني كان يذهب يرضع هذا الذي يرضع سيتهيز جنسيا أو لا الكل المجمعون طبعا إلا إذا كان الألباني كما أخبرنا مصعب بن عبد الله بن الزبير وليس بينه وبين أمك ثم إلا تسع سنوات كما في التواريخ وفي الترجمات ولم تكن تستر أثناء استحمامها أمامه إلا أسافل بدنها الله أكبر يعني تكشف رأسها وظهرها وكتفيها ومنكبيها وثدييها وشيعا من بطنها أعالي البدن كما رأيتم تفسير ذلك عند الشنقية وغيره كما اعترف به أيضا القاضي عياد في شرح مسلم وكما دل عليه منطق ومنطوق الأحاديث في الصحاح رأينا في هذه الأحاديث كيف أنهم كانوا يرونها إلى درجة أن أبا سلم لما رأى عائشة ديركوب قغصو يعني كما يعني محلق رأسها كما يحلق الرجال إلى حد الأذنين وأن شعرها له وفر ومن هذا الكلام حسب أن نساء النبي كلهن كذلك وهذا يدل على أنه كان يرى كان يرى ما لا يجوز له رؤيته فإخوتي سنفتح باب الاتصالات من الآن وخلال ذلك سنستعرض وإياكم نفس هذه التلخيص أو التلخيصات ولكن بطريقة لأن الناس عادة أنا تمنيت حقيقة لو أني استطعت أن أقوم لكم بفيلم الآن ولكن هذا الفيلم حقيقة ليس لهذه القناة هذا الفيلم الذي سيكون عائشيا يصلح لأفلام أو لقنوات ولمواقع جنسية مواقع جنسية خالصة ما قامت به عائشة من أن تبعث الناس والرجال وتختار من تحب منهم دعونا نرى الآن ما الذي حدث لعائشة الآن دعونا ننظر أول شيء هذه هي الخطوات والاستراتيجيات العائشية كانت أول شيء طبعا هذا سيتطور شيئا فشيئا هذا المخطط سأطوره وإياكم خلال الليالي المقبلة إن شاء الله كانت أولا تتحدث في مجاميع الرجال عفوا الرجال حول الجنس وتضحك أثناء ذلك ثم ترى من تحب من الرجال أن يدخل عليها تتخير ثم يقع الاختيار عليهم فترسلهم إلى أختها أم كلثوم أو بنات أخواتها من أجل إتمام خمس أو عشر جلسات من الرضاع هذا الذي كان تفتي به عائشة يعني تبعثهم تختارهم تحدثوا معهم بالجنس وتضحكوا معهم ترى من تحب من الرجال أن يدخل عليها أبو سلم كان رجلا وسيما كما قال مصع بن عبد الله بن الزبير يقع الاختيار على أمثال هؤلاء الرجال ترسلهم إلى أختيها أم كلثوم وهذه النساء وتقول لهم لا إشكال اكشفنا صدوركنا وأضرعتكنا وأثداء كنا لهؤلاء الرجال تهييج جنسي كامل هل يتوقف الآن الأمر هل الآن سؤال لكم إخوتي يتوقف الآن هذا الأمر هذا التهييج على مصد الثدي خلال خمس جلسات لا نعلم لأنه لكن عائشة تقول أن هؤلاء الرجال لا يملكون ذكرهم هذا تساؤل الآن يا أخي فكروا جيدا هؤلاء الرجال ذهبوا إلى يعني اختارتوا معائشة أرسلت بهم إلى النساء إلى أخواتها إلى أختها أم كلثوم إلى بنات أختها إلى بنات أخيها وهؤلاء الرجال فلنخذ مثلا مثال أبو سلامة دعونا فقط في مثال أبي سلامة ثم يأتي أبو سلامة مثلا هذا الرجل وغيره من الرجال يقومون بمصمصة أثداء أم كلثوم خلال ليست جلسة واحدة لأن بالنسبة لعائشة لا يتم الرضاع بذلك خلال خمس جلسات وأبو سلامة كان رجلا يافعا شابا وبينه وبين أم كلثوم تسع سنوات فقط نظركم رجل مختل بمرأة أجنبية يمص ثديها تكشف له الثدي إذا لم تكشف له شيء آخر طبعا ويمص ثديها حتى يشبه ثم يأتي في الجلسة الأخرى ويمص ثديها حتى يشبه ثم يأتي إلى هكذا دوالك إلى خمس جلسات وهناك رواية أخرى عشر رضاعات يحرم بالنسبة لعائشة طبعا وأن المائز أكلت هذه الآية في القرآن الآن هذه العشر أو خمس جلسات الكاملة التي تفوق جلسات المصاج التي تعرفون ما يحدث فيها تبدأ بالمصاج وتنتهي بمصاج آخر تنتهي بجنس الآن عائشة تجعل هؤلاء الرجال يقومون بالمصاج لأثداء النساء بل مصمصة هذه النساء والرضاع من أثدائهن يا ترى يتوقف الأمر على هذا سؤال للعقلاء ثم بعد ذلك بعد جلسات التهييج إذا توقفت طبعا على التهييج ولم يكن يصل إلى الأمر إلى أشياء أخرى ما أخوات عائشة يتم إدخال هؤلاء إلى عائشة كما رأينا في الأحادث كل الذي ذكرته لكم موجود كما يذهبوا إلى الليالي السابقة للذين يتفاجأون الليلة أول مرة يشاهدون يتفاجأون بما نقوله ويقولون هذا طعن في عائشة وطعن في عرض النبي كأنهم نسوا آية القرآن امرأة نوح ومرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا ضرب الله مثلا للذين كفروا فخانتهم ضرب الله مثلا للذين كفروا مرأة نوح ومرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا فخانتهم فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين مرأتين نبيين عظيمين مرأة نوح نوح من كبار أولي العزم من الرسل فبعد جلسات التهيج ابقوا دائما على الباوربونت لا ترجعوا إليه نهائيا يتم إدخالهم حتى الناس تفهم ما الذي أريد أن أقول فتغتسل أمامهم كاشفة نصف جسدها الأعلى بما في ذلك أثداؤها يبيتون عندها بعد ذلك خلال الليل وهي مرأة لا زوج لها ولم نسمع في الروايات أنه عندما يبيتون عندها موجود هناك محرام أو أحد أو عمها أو أبوها أو أبوها مشغل بالسلطة وبعد كل ما مروا به من تهييج متواصل من الرضاء وغيره ومن الكلام الجنسي المضحك بالنسبة لعائشة وأخواتها ما الذي يحدث يبيتون عندها وهي مرأة لا زوج لها ما الذي يحدث خلال الليل لا نعلم ولكن الذين نعرف أنهم يصبحون مجنبين ومحتلمين هل حدث شيء خلال الليل جعلهم يجنبون ويحتلمون ماذا تعتقدون لماذا عندنا روايات كثيرة بأسماء مختلفة برواة مختلفين بقصص مختلفة على رجال مختلفين في صحاحكم وسنانكم ومسانيدكم همام بلو الحارث أبو سلم علقمة شريح بغض النظر على الأسماء الآن تجدهم يصبحون مجنبين ما الذي حدث ما الذي حدث خلال الليل ما الذي يحدث حتى يصبحون مجنبين في بيت ليس ببيتهم ثم تأتي بكل وقاحة وبكل عدم استحياء هي صاحبة الفندق الجنسي تأتي إليهم وبنفسها ويعجبها أن تسألهم يغسلون المانيت يحجبها أن تسألهم عن منيهم وتتكلم معنا عنه وفركه وكذا وبدون أن يسأله إسأل أي أحد ملخص آخر بطريقة أخرى أولاً الطرق هذه هي استراتيجية العائشية لاستدراج جباب قريش وإدخالهم في الرذيلة وهي بالتالي كانت تحب أن تشيع الفاحشة بين الذين آمنوا استدراج عبر الضحك والابتذال ثم اختيار المرشحين وإرسالهم إلى أخواتها هذا كله ورأيناه في صحاح البخاري ومسلم وبالتالي تبدأ بجلسات أو تبدأ جلسات تسخينية عبل إلقام الثدي ومصه بعد ذلك جلسات التعري تعري الأثداء ونصف الأعلى والاغتسال أمام الرجال طبعاً النصف الأعلى هذا فقط يعني كما نقول على حسب قول القاضي عياد يعني أقل يعني فنرى ما قال أبناء عائشة ولكن لعله كان كان الأمر فيه إن جلسات تعري واغتسال أمام الرجال وليس مع أي أحد يعني يعني ما كان هناك رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما وكما رأيتم في الرواية التي رأينا أمس إثنان من الرجال وعائشة وجاريتها في البيت هل هناك شخص آخر لا نعلم ثم خدمة المبيت الليلي والإمناء يجنبون في الليل ما الذي حدث الله أعلم هل إمناء لا إرادي أم إرادي موضوع آخر ثم تسريع إخراج الزبائن في آخر في الصباح عندما تنتهي خدمة الفندقة تسريع إخراج الزبائن عبر كفاية حكمانيهم بالظفر حتى لا تفضحنا لا تفضحنا أنت ستغسل تياب ديالك وتغسلهم وهذا سيولي القضية فيها إن لعله هذا لعله تفسير فإذا ما الذي سنسمي بيت عائشة الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله من هاهنا يطلع قرن الشيطان هاهنا الفتنة هاهنا الفتنة هاهنا الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان هذا اسمه الجديد فندق عائشة خمس نجوم خدمات جنسية متكاملة من معنا في الاتصال سعيد من وهران تفضل وأبقي أرجوك لا داعي أصلا لوضع أسماء المتصيلين نعم سلام عليكم رمضان كريم لأن أريد كل أحد يرى هذه نعم السلام عليكم سعيد نعم رمضان كريم شهر رمضان مبارك تفضلوا السلام عليكم السلام كيف فعلت أخي الحمد لله إن شاء يا أخي من الأفضل أن تتكلم عن مهديك المزعوم إذن شكرا جزيلا لك لا لا كلام لك عنا عائشة ما الاتصال أبو فاطمة من أين من مدينة آسف تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلوا أخي العزيز أخي الحبيب بالمناسبة سأحكي لك حكاية تنزر لي اليوم بالضبط اليوم كنت خارجا في الشريع وكنت أبيع الشريع وسأقص لك بعد الذي أذكر لك عن أبي هريرة الكذاب لعنه الله الذي هو أساس القصة التي يقص على نبيه القصص هؤلاء حينما كنت في وظيفتي في وظيفتي مع البكريين كنت إماما وكان لنا التقائني كل سهر كل سبتين كل سبتين كل سبت في مرتين السبت والسبت الثاني ودات سبتين دات رقائين أتوا بهؤلاء بأبي هريرة بحادث يقول فيه أنه لو لا أنني قرأت آية في كتاب الله تبارك وتعالى ما حدفتكم بأي حادث ويقوله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب وليك يلعنهم الواه ويلعنهم اللاعنون ثم أتى السيخ في ذلك اليوم السبت في ذلك اللقاء وتدرسنا جاء من عندي الوزير أوقاف السؤال الإسلامية وتم أنا حذرت في الليلة التي سيوم الجمعة وصفحة يوم السبت التي سأذهب فيها إلى اللقاء حذرت حادثة من البخاري قال فيه أبو هريرة يقول في صحرح البخاري يقول حفظت وعائين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأحاديث حفظت وعائين من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث واحد بثته وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم يعني كتبت هذه الأحاديث وعطيتها لبعض الإخوان واحد لإثنين من الأئمة المعايا وحتفت أنا بورقتي يعني أنت الآن أبو فاطم ما فقط حتى يتوضح الأمر لأنهم تتكلمون عادة بشكل سريع يعني أنتم كنتم إماما مسجلين بالأوقاف أليس كذلك هذا الذي تريد أن تقول نعم تتكلم مع الأئمة الآخرين المسجلين في الأوقاف أليس كذلك نعم هذا عندي جاء في اللقاء بأن أبو هريرة قال في بعض اللقاء الذي أتانا بأنه قال لو لا آية من كتاب الله تبارك وتعالى ما حددتكم بحديث ما هي هذه الآية هي إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب وليك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنون وأنا ذلك اللقاء حدرته في جمعة قبل السبت يعني أنا غادي يكون عندنا لقاء صباحة السبت مع العاشرة صباحا حدرته هذا الحديث من البخاري أيضا لأبي هريرة يقول فيه حافظ أين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأحاديث يعني طبعا هذه هو آله من عندي أنا من الأحاديث واحدون باتته وأما الآخر فلو باتته لقطع هذا البلعوم فألقيت هذا السؤال على الشيخ وعلى الأين أعطيتهم هذا السؤال فلما استمعوا لهذا السؤال وذلك المؤطر الذي كان يؤطرنا يعني وكان يؤطرنا وهو القائد يعني فوقنا الرئيس فوقنا ما ألقينا عليه هذا السؤال لم يجب بشيء إنه اكتفى فقط باليديه هكذا وقال لا أدري لا أعلم هذا هو الجوار هذا هو الجوار نعم هذا السؤال نعم نعم أما الحال الذي رأيتها وهي أني كنت جانسا وأبيع وأشتري في بعض الأشياء التي اقترطتها لبيع وأشتري لأنني فقدت هذا الواضح الذي عندي أولئي الملاعين فكان هناك سورسيون أمامي بما يسمى في المدر الحضاري وكان واقفا هناك وكان يعني يقف يقف أصحاب أصحاب النسل كي يدروا مثل المخالفات أصحاب المخالفات يوقفهم أحيانا يعني يوقفهم ساعة وإذا بسورسيات انسوية يعني انت جاءت فوقفوا تحت سجرات باللين وساروا يتحدثون وأصحاب المخالفات يمرون ولا ينتبه لهم وصاروا يتحدثون ويدحكون في رمضان اليوم بالدات اليوم بالدات وقع هذا والناس يمرون عليه وينظرون فيهم وهم يضحكون ويتبادلون اللغة ويتبادلون الضحيك وكذا ومصامرة ولن يبادوا بشيء حتى إذا انتهوا ما بصل لحل سبيلها وبقى السرطي وحده وذهبت هي لحل سبيلها والسلام عليكم ورحمة الله هذا هو الذي خلفت لنا عائشة في هذه المصائب التي خلفت لنا عائشة الملعون لعناء الله في دين الإسلام هذا هو من اشترك في دين شكرا جزيلا بارك الله بكم أخوان أبو فاطمة من مدينة آسفيا اعتذروا كثيرا على عدم وضع اسمكم فقط لأنه ودد أن كل واحد يقلب على القناة يرى ويفهم ما الذي نتحدث عنه هل هناك اكتصال آخر نعم جيد إذن الآن إخوتي ادعينا ولا من ادعي هذا كانت هكذا كانت عائشة هذا هكذا كان بيت عائشة الكلام موجه للجميع الله سبحانه وتعالى يقول يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيت صح البخاري صح مسلم السنة الكبرى للبيهقي القاضي عياض غيره غيره النووي غيرهم غيرهم أجمعوا بأن عائشة كانت تقوم بهذه الأمور التي ذكرناها الآن الإشكال عندكم إخوتي هناك مشاكل كثيرة إما تجعلون خطا أحمر من البداية فلا تنصتون لأي داع يدعوكم للحق كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في القرآن كثيرا حتى رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يضعون أيديهم على آذانهم لا يريدون أن يسمعون الحق وإما هناك المنصفون الذين يحاولون أن يبحثوا أو أشباه المنصفين فلنقل فعندما يصطدمون بهذا الأمر أول شيء مثل أخ بفاطمة مثلا من فرنسا قبل أيام يحاول أن يطعن في البخاري المسلم ولكن هذه الأمور ليست فقط عند البخاري المسلم ثم أنك ستقع في محظور آخر محظور أنك تطعن في ورود أي رواية إذا طعنت في الثقات وفيما يوثقه العقلاء فمن أين يا أخي ستأتي بدينك من أين ستأتي بصلاتك وزكاتك وصومك و هذا كله إخوتي تعلمون لماذا لأنكم رسول الله صلى الله عليه وآله جاء إليكم بما يحييكم جاء إليكم بالهدى جاء إليكم بالرحمة ولكن أنتم استبدلتم الذي أدنى بالذي هو خير كما يقال أو العكس استبدلتم الحق بغير الحق وما بعد الحق إلا الضلال يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وآله عن هذا البيت عن فندق عائشة هذا يقول وأشار إلى مسكن عائشة في الرواية عندكم في البخاري في مسلم أشار نحو مسكن عائشة قال ثلاثا ها هنا الفتنة ها هنا الفتنة ها هنا الفتنة ها هنا للتقريب ها هنا الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان هذا من جهة أن يتكن تنبحها كلاب الحوء بعائشة تضحك قال لها لعلك أنت بما معناه الله سبحانه وتعالى يقول لهن إن تتوبا فقد سغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير والآية تكمل تقول عسى 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 ربه انطلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن وذكر من بين الأوصاف التي لا تتميز بها عائشة وحفصة الإيمان والإسلام والعبادة لم تكن عائشة كذلك كانت عائشة عندما نظرنا إلى بخاريكم ومسلمكم وبيهيقيكم وحنبليكم وكل هذه الشرذمة من أبناء عائشة وجدناها بدون أي زيادة كانت تستدرج عبر الضحك والابتذال تستدرج شباب قريش أبو سلم كان وسيما جميلا فاستدرجته اختارته أرسلته إلى أختها أم كلثوم قالت لأم كلثوم أمرتها في الحديث أن يرضعه أن يرضع ترضعه وترضع أشباهه خمس رضعات مشبعة خمس جلسات مختلفة حتى يتم عندها فتوى رضاء الكبير وكل هذه الفتاوى هي لتغطية الجنس باسم الدين كيف كانت عائشة عفنة ثم تأتي بنفسها بالأخير وتجلس أمامهم وتتعرى وتعري ثدياها ثدياها وتستر فقط نصفها السفلي بحسب اعترافكم لعلها لم تستره أيضا هل هذا يا إخوتي على التنزل أن الفتوى يعني كل شيء يضحك أو يكفي في حد ذاته أن يبكينا ولا يضحكنا أو يضحكنا إلى درجة البكاء أو يبكينا إلى درجة الهستيرية الضحك الهستيري يعني كلا الطريقان إذا تذكرنا رسول الله فسنبكي بكاء شديدا لمثال هذه الأمور إلى درجة يأتي الأخ السوداني أمس ويقول أني ذرفت الدموع من أجل عائشة والله لقد ذرفنا الدموع من أجل رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن نرى كيف استغلت هذه الأمور أفلام أفلام وضعت على رسول الله صلى الله عليه وآله كاريكاتور شارلي عبدو من أين أتى شارلي عبدو بهذه الأمور من أين أتى طاقمهم بمثل هذه الأمور من الفراغ من الخيال ما قد وجدوها في كتبكم وجدوا أنكم تدعون أن عائشة تسع سنوات تزوجها رسول الله وكلام كاذب وعائشة هي التي تقول هذا الأمر عن نفسها وهي كاذبة وسنأتي إلى بيان هذا الموضوع فيما بعد تصور أن رسول الله صلى الله عليه وآله عائشة تصور رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان شبقا يحب الجنس ويحب إتيان النساء حتى في وقت حيضهن ويقول لهن ائتزرن ويضع خده على بين فخذيها كما في السنة الكبرى وهي حائض وكل دائما الراوي هو عائشة دائما الراوي ينتهي لماذا هذه الأحاديث لا أعلم لماذا تنتهي لعائشة أبو موسى أشعر فطن لذلك فقالت له على الخبير سقط هي خبيرة في هذه الأمور خبيرة في الكذب الجنسي ثم تأتي وتلوم شارلي إبدو نعم يلامون شارلي إبدو من موضوع آخر لأن أهملوا سنن أهل البيت وأهملوا الصورة المشرقة لرسول الله الصورة الحقيقية ولكن كيف سبحان الله حتى جوابكم على أمثال شارلي إبدو والأفلام الفيلم الأمريكي الصيوني الذي لا حول ولا قوة إلا بالله ماذا أقول لك يا رسول الله صلى الله عليه عليك وعلى أهل بيتك هذه الأفلام والقصص وما يكتبه النصارى والملحدون عن رسول الله صلى الله عليه وآله انظروا في هذا ومن يسمى بالأخ رشيد اذهبوا إلى حلقاته من أين يأتي بالروايات من أين يأتي بالأحاديث يأتي بها أو يأتي بها بسبب أن عائشة هي التي روتها وعائشة عندكم منزهة وهي التي دعت أنها مبرأة من فوق سبع سماوات ابحثوا في كتبكم تجدون عائشة تروي قصتها بنفسها وهي وهي هكذا كما ترون الآن في هذا الـ باور بوينت في هذا الديابوراما هي فاسدة في أعلى درجات الفساد هناك كلمة حقيقة أريد أن أقول ولكن لا تطوع لنفسي رغم أني استفتيت في ذلك ورغم أني وجدت أهل البيت عليهم السلام يقولون هذا الأمر ولكن دعوها لغد وسنتناقش حول هذا الموضوع دعو هذه الكلمة التي تستحقها عائشة دعوها لغد لأن لدينا إضافة على هذا لم تكن تستدرجهم فقط بالروايات المضحكة والروايات الجنسية المبتذلة كان لها استدراج آخر عائشة كانت من أفسد الفاسدين من أشر الناس وبالتالي بيتها كان فندقا للخدمات الجنسية رضاع تعري إجناب إمناء هذه هي عائشة للأسف وهكذا استطاع الملحدون والمنافقون والمبطلون أن يطعنوا في نبينا صلى الله عليه وآله لأنهم لم يجدوا رجالا يوقفون ويصدون هؤلاء بالكلمة الحق إلا شيعة أهل البيت عليهم السلام لم يجدوا رجالا نهائيا لذلك استطالوا علينا هذا الذي عندي هذه الليلة وعندي الكثير حقيقة ولكن أترك ما في جعبتي إن شاء الله إلى الليلة المقبلة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في أمان الله شكرا